في منطقة الدقم الاقتصادية تتنامى نتائج المشاريع الاستثمارية، فهذا الحوض الجاف يشعل الحركة التجارية البحرية باستقباله 144 مشروعاً، ما بين صيانة وإصلاح وصناعة للسفن خلال النصف الأول من العام الحالي. كمركز بحري رائد يعزز الحوض الجاف مكانة ميناء التقم، واضعنيه وجهة رئيسية للأعمال البحرية، مشتغلاً بكامل طاقته الاستيعابية على تقديم خدماته المتنوعة للسفن العابرة ما بين الشرق والغرب. محرزاً تقدمه في تصنيع سفينتين إحداهما لشركة المياه الزرقى التابعة لمجموعة تنمية أسماك عمان، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخارجي، ومن المتوقع تسليمها للشركة في نهاية العام الجاري. أما المشروع الثاني فهو لصالح الشركة الوطنية للعبارات. توقعات استمرار وحركة الشحن والنقل في المنطقة وضعت الحوض الجاف ماما تحديات ضرورة زيادة القدرة الاستيعابية. قوبلت بإضافة حوض عائم متطور بطول يصل إلى 200 متر، وعرض داخلي يبلغ 34 متر، ليكون قادراً على استيعاب وتلبية احتياجات مشاريع متنوعة. مستقبلاً حتى الآن خمسة مشاريع في صيانة وإصلاح السفن، عاملاً بكفاءة على رفع القدرة الاستيعابية للحوض الجاف، بما يصل إلى 20% سنوياً. جاذباً التطور الاستثماري لمنطقة الدقم الاقتصادية، يعزز الحوض الجاف أعماله بطمان الجودة والسرعة. ملفتاً للانتباه لهذه المنطقة الثرية، التي تشهد نموًا اقتصاديًا مستداماً، واستثمارات متواصلة في تحسين البنية الأساسية لمواكبة التطورات والاحتياجات المتزايدة، التي رسمت تطلعاتها رؤية عمان 2040. اشتركوا في القناة